وعلى صعيد الأوضاع في ليبيا أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعزيمة القيادة السياسية وحرصها على دعم الشعب الليبي تأتي أزمة الشقيقة ليبيا في الغرب من حدودنا والتي استمرت لسنوات عديدة وعلى الرغم من ذلك لم تقتر عزيمة القيادة السياسية عن دعم الشعب الليبي من خلال دعم الاستقرار والوحدة الوطنية الليبية واستعادة الدولة الليبية لسياداتها الكاملة ورب أي تدخل خارجي في الشعب الليبي